السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي حبيبي طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس الأندرس الخاصة التابعة لمجموعة 30 يونيو أهلا بيكم معكم ميس إيمان موسى معلمة اللغة العربية بالمدرسة ومعلمة التربية الدينية تحت إشراف مدير المدرسة السيد الفاضل الأستاذ فوز التنوبي وإشراف أسرة التربية الدينية ميس نهل عبد الحميد أهلا بيكم حبيبي النهاردة هناخد الموضوع الأول في مجال العقيدة من المحور الأول من أكون الموضوع الأول معانا وحدانية الله بيتحدث عن وحدانية الله لله تعالى أسماء كثيرة علينا تعلمها ومعرفته من أسماء الله سبحانه وتعالى الواحد ووحدانية الله معناها أن الله واحد أحد لا شريك له ولا إله غيره ولا خالق سواء ولا شيء مثله وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثت عن وحدانية الله سبحانه وتعالى ومن هذه الآيات آيات الكرسي يبقى عرفنا حبيبي أن وحدانية الله معناها أن الله واحد أحد لا شريك له ولا إله غيره ولا خالق سواه ولا شيء ليس كمثله شيء ومن الحاجات أو من الآيات التي ذكرت وحدانية الله في القرآن الكريم آيات الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي حبيبي هي الآية رقم 255 في سورة البقرة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم وأطول سورة في القرآن الكريم وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم طيب ليه أعظم آية في القرآن الكريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من واضب عليها وعلى قراءتها بعد كل صلاة استحق أن يدخل الجنة وأن من يقرأها قبل نومه فهو في حفظ الله تعالى وعلينا المدومة على قراءة آية الكرسي لأنها سبب في أن يحفظنا الله تعالى في كل الأوقات يعني مؤية الكرسي المفروض أقراها قبل منام تحفظني طول الليل أقراها أول مصحة منهم تحفظني طول النهار أقرأها بعد كل صلاة إذا توفاني الله أدخل الجنة فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وتتحدث عن أعظم صفات الله سبحانه وتعالى آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم لأنها تتحدث عن وحدانية الله وتشتمل على معاني وأوصاف عظيمة لله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا يزول القائم بتدبير الخلق وحفظه والله تعالى لا يعتريه نوم أو نعاس والله مالك كل شيء فهو مالك السماوات والأرض ومالك الحياة والموت ومالك الخلق جميعا الله هو العالم بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل والعالم بأمور الدنيا والآخرة والله لا يشق عليه حفظ جميع مخلوقاته فهو القادر على كل شيء بآية الكرسي بتتحدث حبيبي عن أهم صفات الله الواحد الأحد الحي القيوم الذي لا يعتريه نوم ولا نعاس مالك كل شيء وعالم بكل الأمور فمعنا كده نشوف مع بعض حبيبي بعض صفات الله تعالى كما وردت في آية الكرسي الواحد لا إله إلا هو المالك لكل شيء ها أهو الواحد لا إله إلا هو المالك لكل شيء الحي الذي لا يموت العلي العظيم لا يعتريه نوم أو نعاس القيوم العالم بكل الأمور معاني بعض المفردات التي وردت في آية الكرسي الحي الدائم الباقي دائم باقي لا بداية له ولا نهاية له القيوم القائم بتدبير الخلق وحفظه سنة غفوة يعني الله سبحانه وتعالى مش بينام مش بيخفو بس كده ان انا مجرد ان انا اقفل عيني وافتحها تاني لا يخف ولا ينام لا يؤده لا يثقله حفظ السماوات والأرض الله قدر على كل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم كل الأمور الماضية والمستقبلية ما ظهر منها وما خفها يبقى حبيب عرفنا دلوقتي آية الكرسي المطلوب مني حفظ آية الكرسي وحفظ بعض المعاني التي وردت في الكتاب لها وانا اعرف بعض صفات الله تعالى التي وردت في آية الكرسي زي الواحد الأحد الحي القيوم العلي العظيم المالك لكل شيء العالم بكل الأمور الذي لا يعتريه نوم أو نعاس وزي ما قلنا واتفقنا ان احنا لازم نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة حتى ندخل الجنة وقبل من نام ربنا يحفظنا وأول ما نصحى من نام ربنا يحفظنا وأتمنى لكم السعادة في الدنيا والآخرة حبابي ربنا يحفظكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في دروس أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة